الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأتذكر معكم في هذا اليوم أياما خواليا من أيام أهل الخير أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أتذكر فيه حديث الهجرة ذلكم الحديث العظيم الذي غير الله به مجرى التاريخ ولزالت التواريخ تقيد به تقول عائشة رضي الله عنها لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين يعني على دين الإسلام ولم يمر علينا يوم إلا يأتين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية وفي هذا زيارة الأصحاب لبعضهم وتواصلهم مع بعض وفي هذا أن الفاضل يزور المفضول قالت فلما أبتلي المسلمون يعني جاءتهم البلوى والشدة والأذى هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين وخرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد أنطقة بجوار مكة لقيه سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر فقال أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض أعبد ربي وذلك ليتمكن من عبودية الله جل وعلا فقال له مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج لماذا؟ قال فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار يعني سأحميك من كل أذى يرغب به أصحابه أن يوصله إليك ارجع وعبد ربك ببلدك فرجع أبو بكر وارتحل معه هذا السيد ابن الدغنة فطاف عشية في أشراف قريش فقال له من أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يفعل كذا ويفعل كذا وإني قد أجرت أبا بكر فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة هذا وآمنوا أبا بكر ولم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالت قريش ابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فإنا نخشى أن يفتنا نساءنا وأبناءنا فقال ابن الدغنة لأبي بكر ذلك وقال له صل في بيتك وقرأ ما تشاء فاستجاب أبو بكر لذلك مدة فلبث يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره ثم بدأ لأبي بكر الصديق أن يبني مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن وبالتالي أصبح بعض أهل مكة يأتون إليه من النساء والكبار والأبناء وهم يعجبون من طريقته ومن قراءته ويتسمعون للآيات القرآنية وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن وبالتالي بدأ بعض الناس يتأثر منه فأرسلت قريش إلى ابن الدغنة لأنهم فزعوا من ذلك وخشوا أن يؤثر على أبنائهم فقدم ابن الدغنة عليهم فقالوا له إن كنا أجزنا جوارك لأبي بكر على أن يعبد ربه في داره لكنه جاوز ذلك وبنى مسجدا بجوار داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإن قد خشينا أن يفتنا نساءنا وأبناءنا فأته فانهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعلا وإن أبى وإلا فل يرجع إليك جوارك انظر كيف خاف منه ومن كراءته مع أنه رجل وحيد فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر وقال له قد علمت أني عاقدتك على ما عقدتك عليه فإما أن تقتصر على عبادة ربك في دارك وإما أن ترد إلي جواري وذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني قد أخفرت في رجل عقدت له ذمتي فقال أبو بكر الصديق فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت رؤيا رأيت دار هجرتكم بأرض سبخة ذات نخل وحرة أو حرتين فهاجر من هاجر من الصحابة إلى المدينة وحصلت العقبة وحين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان في الحبشة رجع كثير منهم إلى المدينة وتجهز أبو بكر الصديق من أجل أن يهاجر إلى المدينة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الهجرة وأن يخرج إلى المدينة لأنه قد اشتد عليه الأذاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر أكم فإني أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك يا رسول الله قال نعم إني لأرجو ذلك فحينئذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة وحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وجهز راحلتين كان يطعمهما من وراق السمر أربعة أشهر ما الذي فعل بعد ذلك وما هي بقية قصة الهجرة لعلنا إن شاء الله أن نأخذها بعد هذا الفاصل حياكم الله ذكرت أن أبو بكر قد جهز راحلتين من أجل أن يهاجر فيها هو والنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلما نزل الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة قالت عائشة فلم يرعنا إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتانا في الظهر فأخبر أبو بكر الصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في ساعة لم يكن يأتي فيها في العادة ساعة الظهر فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به إلا حدث عظيم قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذن في الدخول فأذن له فدخل فلما دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك فقال أبو بكر يا رسول الله إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله هما ابنتي عائشة وأسماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمت أو أشعرت أني قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله بأبي أنت وأمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الصحبة فقال أبو بكر يا رسول الله عندي ناقتان أعددتهما للخروج فخذ بأبي أنت وأمي إحداهما وتكون الثانية لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذتها بالثمن أخذتها بالثمن فأعطى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الراحلتين وهي ناقة الجدعة التي كان يركبها بعد ذلك قالت عائشة رضي الله عنها فجهزناهما أسرع جهاز وصنعنا لهما سفرة من جراب فقامت أسماء بنت أبي بكر فقطعت قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب وبالتالي كانت تسمى ذات النطاق أو ذات النطاقين قالت ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وذهبوا إلى غار في جبل ثور فجلس فيه واختفي فكمن فيه ثلاث ليالي كان يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وكان تقول هو غلام شاب ثقف لقن فكان يدخل من عندهما في السحر في آخر الليل في السدس الأخير ويصبح مع قريش كأنه بائت في مكة فلا يسمع ما يكادان به وما تخطط به قريش على النبي سلم إلا وعاه وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر ذلك الحديث الذي يتحدثون به عندما يختلط الظلام وكان له مراعن قال له عامر بن فهيرة هو مولى لأبي بكر وكان عنده أغنام فيرعى هذه الأغنام من أجل أن تذهب آثار الأقدام التي يسيرون عليهما ويسيرون فيهما وكان يحلب لهما من حليب ذلك الغنم الذي يرعاه وبالتالي فكان لا يفطن أحد بهذه الأمور التي تقع في ذلك الموقع وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استأجر رجلا يقال له رجلا يقال لا زال على دين الكفار وهو من بني الدين ومعرفون بالدلالة في الطريق وقالوا له عامر ابن فهيرة عامر ابن فهيرة وكان لا زال مشركا لم يدخل في الإسلام فهذا فيه دلالة على جواز أن يعمل غير المسلم عند المسلم قال فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار حرا بعد ثلاث ليالي فأتاهما بعد الثلاث الليالي في صبح الليل الثالثة فارتحل وانطلق معهم عامر ابن فهيرة وهما يعقبانه مرة يركبه ومرة يركبونهم وفي هذا تعاون بين المسلم وغير المسلم فيما يعود بالنفع وارتحل وانطلق معه معامر ابن فهيرة على طريق الساحل واستمر بهم لما وصل إلى المدينة هذه الرواية ترويها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهناك من يروي روايات أخرى وردت فيها زيادات عن هذه الزيادة التي ذكرها ذكرتها عائشة رضي الله عنها ما هذه الزيادات وما هي الذي رواه بقية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد في هذا الباب ما ورد من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق جاء إلى منزل والده عازب قال فاشترى أبو بكر من أبي عازب رحلا بثلاثة عشر درهما فقال أبو بكر لعازب مر ابنك البراء فليحمل رحلي إلي فقال عازب الوالد لا يا أبا بكر حتى تحدثنا بما صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة حينما خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم فقال أبو بكر نعم أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا فارتحلنا من مكة وسرينا ليلتنا ويومنا من الغد حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة وخل الطريق لا يمر فيه أحد فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه فإذا صخرة طويلة عليها ظل لم يأتي عليه الشمس رفعت إليه رفعت إلينا فأتيتها ولها ظل يسير ففرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فروة معي ثم قلت له اضطجع يا رسول الله وأنا أتفقد ما حولنا فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا وقع لعلنا إن شاء الله نشير إليه فيما بعد الفاصل حياكم الله ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم الطجع في ذلك المكان الذي هيئ له أبو بكر الصديق قال أبو بكر فانطلقت هل أرى أحد يطلبنا هل هناك من أحد يبحث عننا فوجدت راعي غنم يسوق غنم وقد أقبل إلى تلك الصخرة يريد الظل لها كما أردنا فسألته لمن الغلام فقال أنا لفلان رجل من قريش فقلت هل في غنمك من لبن قال نعم قلت هل تحلب لنا فقال نعم فأخذ شاتا من غنمه فنفض ضرعها من الغبار ثم أزال ما حوله من الشعري أيضا ثم احتلبوا وأمره أن ينظف كفيه وانظر ما في هذا من حرص من أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم من جهه وما في هذا التوجيه من تعليم الإنسان للنظافة وللوقاية مما قد يؤثر عليه فحلب كثبة من لبن في قدح وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب منها وشرب من ماء مع أبي بكر وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضعوا الماء مع اللبن حتى برد أسفله قال فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى روي ثم قال ألم يأني الرحيل فقلت بلى يا رسول الله قد آن الرحيل قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس والقوم يطلبوننا والطلب في أثرنا يبحث عننا فلم يدركنا أحد منهم غير السراقة ابن مالك أقبل على فرس له لما أقبلنا على المدينة فقلت يا رسول الله أتينا هذا الطلب قد لحقنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا فدعى النبي صلى الله عليه وسلم على سراقة فارتطمت به فرسوه إلى بطنها على الأرض وكانت صخرا صخر وكانت صخرا جامدة فحينئذ قال سراقة لا تدعو علي لا تدعو علي وأرجع فقال إني أراكم قد دعتما علي فادعوا الله لي ولا أضركما فالله لكما أن أرد عنكما الطلب قال ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له فنجا فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتكم ما ها هنا فيرد من يأتي إلى ذلك الطريق قال أبو بكر فوفى لنا وبالتالي أكمل البراء قصته وبين أنه حمل رحله إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع فهذه أيضا قصة وجزء من الحكاية من من قصة الهجرة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قصص الهجرة في هذا الباب ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو مردف أبو بكر وأبو بكر كان شيخا قد بيضت لحيته والنبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته سوداء وبالتالي لا يعرف قال فكان الرجل يلقى أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول أبو بكر هذا رجل يهديني السبيل فمن سمعه يظن أنه يهديه الطريق وهو إنما أراد سبيل الخير قال فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال يا رسول الله هذا فارس اللحق بنا وذكر قصة سراقه بن مالك قال فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر النهار مسلحة له يعني سلاحا له فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة لمقدمة المدينة ثم بعث إلى الأنصار فجاء إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر فسلموا عليهما وقالوا اركبوا آمنين مطاعين فركب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة يأتون بجوارهم معهم السلاح فأصبح أهل المدينة يصيح فيهم الصائح جاء نبي الله جاء نبي الله فأشرفوا ينظرون الصياح وهم يقولون جاء نبي الله جاء نبي الله فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب وقال لناقته أدعوها فإنها مأمورة وفي مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن سلام يسمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نخل يخرف التمر فجعجل أن يضع الذي يخترف لهم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذا التمر ورجع إلى أهله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب فقال قال أبو أيوب بيتي أقرب يا رسول الله هذه داري فانطلق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فهيئ لنا مقيلا وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وجاء عبد الله بن سلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء فصدقه بما أخبر وعلم أنه نبي الله حقا وأسلم عبد الله بن سلام في ذلك الموقف وكانت له قصة تابعة لعلنا نريدها في يوم آخر بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة